بريطانيا تسعى لفرض عقوبات جديدة على إيران وعلى الحرس الثوري الإيراني ولكنها تريد أن تكون هذه العقوبات بشكل منصق بين دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى وهذا ما ستسعى إليه خلال الأيام المقبلة من جهة أخرى تجدد بريطانيا دعوتها لإسرائيل لعدم التصايد وخفض التوتر حتى إذا قررت إسرائيل أن ترد على الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل بمسيارات وصواريخ من جهة أخرى وفي دعوة صريحة من بعض الخبراء ونواب البرلمان في بريطانيا تتصاعد الدعوات لأن يكون لدى بريطانيا نظام دفاع صاروخي أرضي بخلاف منظومة الدفاع الجوية التي تستخدمها بريطانيا للدفاع عن نفسها ضد أي هجمات صاروخية تستهدف المدن أو تستهدف المنشآت النووية البريطانية ويقول الخبراء أن بريطانيا تحتاج لهذا النوع من النظامة الدفاعية وذلك لحمايتها من هجوم مماثل لما وقع ضد إسرائيل ليلة السبت الماضي على كل حال المناقشات حول إيران في بريطانيا متصاعدة ومستمرة وما زالت الدعوات تتصاعد بقوة لتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية ولكن الحكومة تقول أنها لا تريد أن تقطع كل الصلاة مع إيران بل تريد أن تحافظ على علاقات دبلوماسية معها لكي تتمكن من توصيل بعض الرسائل القوية إليها في بعض الأحيان عشر ساعات سكي نيوز عربية لندن